تحقيق نمو مستدام والاستجابة بنجاعة لمختلف شغالة المجتمع المغربية أهداف تصب لجنة النموذج التنموي لبلوغها بتفعيل توصية تقريرها النهائية نموذج يشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية للمغرب وخلاصا بالنسبة لجميع المغاربة على اعتبار أنه يطمح إلى أن يكون حلا لمختلف الإشكاليات وأن يصحح الإختلالات الهيكلية التي تعاني منها الدولة منذ عدة سنوات من أجل تمكين الاقتصاد المغربي من تحقيق إقلاع حقيقي تم إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي التي كلفت بإجراء تشخيص دقيق وموضوعي للوضعية الحالية بالبلاد وتحديد جوانب القوة والاختلالات التي يجب معالجتها بما يمكن من رسم ملامح نموذج تنموي جديد غير مسبوق يضمن للمواطنين حقوقهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الأساسية على غيرار حقوقهما المدنية والسياسية تتجلى خصوصية هذه اللجنة في القيام بمهمة ثلاثية تتمثل في إعادة التقويم ضمن منهجية استباقية واستشرافية من أجل تمكين المغرب من الاتجاه نحو المستقبل بكل ثقة مع الاعتماد على مختلف المكاسب التي حققها الاقتصاد المغربي خلال العشرين سنة الماضية والأخذ بعين الاعتبار التوجهات الرئيسية للإصلاحات التي جرى تنفيذها في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي ولبلوغ مقاصدها نظمت اللجنة سبعين جلسة استماع ومائة وثلاث عشرة ورشة عمل وخمسا وثلاثين جلسة استماع عقدت في مختلف مدن المملكة كما تنقلت إلى أكثر من ثلاثين موقع فضلا عن إنشائها لنظام طموح للإطلاع على انتظارات المواطنين وانشغالاتهم الرئيسية في مجال التنمية وكذا اقتراحاتهم من أجل مغرب أفضل على كافة المستويات أما في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية فقد كشفت جلسات الاستماع مركزية مواضيع الصحة والتربية والحماية الاجتماعية لدى المغاربة مع انتشار الشعور بعدم المساواة المجالية وارتباطا بالحرية العامة سجل الأشخاص المعنيون بالاتصالات اختلالات مختلفة كضعف الحكامة الجيدة إضافة إلى عدم كفاية الدعم المقدم للثقافة والابتكار والتنوع الاجتماعي والثقافي فضلا عن ضعف المشاركة في التسيير العمومية وقد حث جزء كبير من المغاربة أيضا على تخليق الحياة العامة وذلك من خلال تجسيد مبدأ المساءلة باعتباره مبدأا أساسيا للحكامة الجيدة وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية ركزت جميع الانتظارات على جعل الاقتصاد في خدمة المجتمع وتحسين الانتاج الوطنية النموذج التنموي الذي لطالما انتظره المغاربة والقوى الوطنية والمجتمع المدنية يعد علامة فارقة جديدة في الصرح المؤسسة للمملكة المغربية وبالتالي فإنه سيساهم في ترسيخ الانصاف والعدالة الاجتماعية والسياسية كما سيترك بصمته في الانطلاقة الجديدة للاقتصاد المغربية